يا مساء الخير تحياتي لكم في بداية حلقة جديدة من السادسة أهلا وسهلا بكم النمسا بعثتنا وصلت بسلامة الله إلى نمسا عشان تبدأ المرحلة التانية من معسكر استعدادها هننقل لحضراتكم طبعا صورة من هناك طبعا دي اللحظات اللي بتصل فيها البعثة إلى بيانا الحمد لله على السلامة طبعا عشان تبدأ زي ما قلت المرحلة التانية من معسكر التحضير والاستعداد لموسم شاق جدا طويل جدا وصعب جدا طبعا نتمنى التوفيق لأهلي المفترض أنه هيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة اللي هيقضيها في النمسا تم الاتفاق بالفعل على مباراة أولى هتكون بعد بكرة إن شاء الله الأربع تلعب سبعة بتوقيتنا هنا في القاهرة مع فريق اسمه ماورفيرك فريق ماورفيرك النمساوي بالمناسبة الفريق ده لغاية السيزن ده يعني قبل السيزن ده ما يبدأ كان فيه ثلاث لعيبة مصرية بيلعبوا فيه عبدالسلام نور الدين مارك نسيم وعبدالرحمن شوشة والثلاثة تركوا الفريق قبل بداية الموسم ده نتمنى طبعا ظهور أول يعني مبشر ومطمئن لجمهور نادي الأهلي أنا عارف طبعا جمهور نادي الأهلي وحشه وفرقته وفترة الغياب على قد ما هي بتكون مهمة بالنسبة للعيبة والجهاز الفني على قد ما هي بتكون صعبة شوية على الجمهور جزء من الجمهور نادي الأهلي كانت في استقبال البعثة في فيينا الأهلي جمهيره في كل مكان فيش مرة شفت فيها فرقة لنادي الأهلي باسكت يد فولي كرة قدم موجودة في أي حتى في الدنيا اللي لما لازم يكون جمهور نادي الأهلي حضرة وموجودة للمساندة والتشجيع وكمان الاستقبال الناس دي مش راح تشجع مطشة جماعة الناس دي راح تستقبل الفريق راح تكون موجودة مع الفريق في أول لحظات وصوله للنمسا كل التعفيق لمستر مارسل كولر ولفريقنا إن شاء الله بإذن الله المطش التاني مفترض أنه تحدد له معد يوم 5 سبتمبر لكن هل يعني لغاية اللحظة دي ما تمش اتفاق مع فريق فيه اجتماع بين مستر مارسل كولر وبين خالد بيبو عشان يتم الاتفاق على مباراة ودية تانية للأهلي أثناء فترة وجوده هناك إن شاء الله يوم 5 المعسكر سيستمر ليوم 6 وبعدها ترجع ستنادي الأهلي إن شاء الله عشان تبدأ التحضير بقى لرحلة السعودية لمباراة سوبر إفريقيا إمام عشور مجدي أفشا من أهم العائلة خط النص السندي خط نص الأهلي ما فيش فيه كلام خط نص الأهلي ما تفكرش وإنت مغمط كده صلاح محسن العائد الحقيقة بعد تجربة أعتقد كانت مفيدة جدا بالنسباله نتمنى إن شاء الله أنه صلاح محسن مع كولر يبقى وماشى تانية طاهر خلد عبد الفتاح الاتنين الحمد لله على السلامة بالسسناء طبعا عمر الصليا هو اللي يمكن طبعا مع الفريق لكن يعني طبعا إصابته خلد عبد الفتاح يمكن تمنعهم من رضا سليم الوافد الجديد واحد من أهم صفقات الدولي المصري مش بس الأهلي رضا سليم لعب إن شاء الله بإذن الله يكون أهم صفقات المريكاتو الصيفي في الموسم الحالي كريستو واحد من الحقيقة اللعيبة اللي اتمتع الكورة ديانج برسي تاو اتنين الحقيقة كانوا من اللعيبة اللي صنعت الفارق تاو تحديدا كمان ديانج الحقيقة تعودنا عليه هكذا يكون دائما واحد من أهم اللعيبة المحترفين اللي دخلت مصر على مدار تاريخ الكورة في مصر كلها برسي تاو السنة اللي فاتت حالة من حالات التقلق الغير عادي ميشيل يانكون واحد من ال وعلى فكرة ميشيل يانكون تحديدا ليجا مهرية وشعبية كبيرة جدا عند عمل حالة كده حاسسك إنه بلجيكي مصري يعني كسر كتير من التابعات المتبطة بالمدربين الأجانب واحد طبعا من السهم وشكل كبير جدا في تطور وارتفاع مستوى حراس المرمى في النادي الآن اشتركوا في القناة